السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما بعد إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنكلمكم عن نبات نادر جديد من النباتات الاستوائية أيضا وهو نبات الليتشي نبات الليتشي هو أحد الفواكه التي تستهلك سمارها طازجة وتتبع العائلة الصابونية تمام يا جماعة الليتشي بيقال إنه من شاءه في بلد الصين تمام يا جماعة بس الحاجة ما تهمناش كتير إحنا ليهمنا المناخ التكاثر نزرعه إزاي نتعامل معي إزاي الكلام ده كله وعلى فكرة جماعة جوا مصر مناسب لجميع نمو هذه النباتات لنمو جميع هذه النباتات جوا مصر مناسب لنمو جميع هذه النباتات تمام يا جماعة؟ تمام نيجي للظروف البيئية الظروف البيئية الليتشي هو من الأشجار الاستوائية التي تتحمل درجة البرودة ناو عمان وأكثر درجة البرودة تتحملها عشرة مقوية من 15 إلى 10 مقوية أقل من كده تستحمل شاء الله من كده تموت وارتفاع درجة الحرارة تتحمل من 30 إلى 35 درجة مقوية تمام يا جماعة؟ تمام أكثر من كده عادي يا شغرة استوائية تستحمل أكثر من كده كمان ودرجة الحرارة في مصر لا تزيدش عن كده يعني إن زادت في معدل وتبقى في الضل مثلا لو زادت قوي 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 فهذا ليس سيأثر على الشجرة كثيرا لأنها من الأشجار الاستوائية التي تستحملها أصلا محبة درجة الحرارة العالية تمام يا جماعة؟ تمام الوصف النبات للشجرة يا جماعة لأنها شجرة هي شجرة دائمة الخضرة طبعا يبلغوا ارتفاعها من 10 إلى 12 متر تحت الظروف المناسبة والشجرة بطيئة النمو مثل البن البن يا جماعة على فكرة بطيئة النمو وأنا شرحت لكم في الفيديوهات الكلام أنا قلت كل هذا في الفيديوهات وأنتم سمعتوه كل هذا كله ويختلف شكل كمتها من كروي مثل أفرع قريبة من سطح الأرض تخرج الأوراق في وضع متبادل والورقة مركبة من عدة أزواج من الورايقات من اثنين لخمس أزواج تخرج في وضع متقابل أو متبادل قليلا على العرق الوسطي للورقة تمام يا جماعة؟ تمام تماماً مركبة من المنجوم لأن البذرة تأخذ من المنجوم تطرح لتطرح ويكون هذا هو حاجة ويكون هذه أفكرة والبذرة لا يوجد حيوية البذرة تفكد حيويتها خلال خمس أيام مثل المنجوم كما كان بذرة المنجوم تزرع على طول تفكد حيويته أما ما يتعلق بالإكسان الخضري يمكن أن أزرع البذرة لكي أنتج منها أصول أطعم عليه ويزرعها على طول يعني أكل البذرة التي تتكل من النهاردة تتزرع النهاردة البذرة التي تتكل اليوم تتزرع في نفس اليوم أما ما يتعلق بالإكسان الخضري فلو أن ترقيد الهوائي يعني ترقيد الهوائية هناك فرع في الشجرة أو مجموعة خضر في الشجرة أفرع من أحد أفرع الشجرة أجرحها من عند عين ولفه بكيس أو بأي حاجة وضع البيئة داخل بيئة الزراعة ورويها كل يومين كل ثلاثة لحد ما تكون جزور أقطع هذا الفرع من الشجرة وزرعه في الأرض المستديمة ووزرعه في قصيص هذه هي الترقيد الهوائية تمام يا جماعة؟ ومجموعة الخشبية ومجموعة الخشبية وضعها في محلول الاندول بويتارك أسد ولكن لا نفعت شيء لا نفعت شيء ومجموعة خلال ومجموعة الخشبية ومجموعة الخشبية تنفع كل شيء لكن بطيئة النمو ومجموعة الخشبية ومجموعة الخشبية تمام يا جماعة؟ نحن قلنا أن الزرعة هي بطيئة النمو فعشان نزرعها في الأرض المستديمة لازم نقلها عمر كبير لكي لا تكون صغيرة في الأرض الحشائش والأعشاب تكلها نقلها من عمره من 6 إلى 12 شهر نقلها في عمره من 6 إلى 12 شهر تمام يا جماعة؟ تمام بزرعها في الحقل المستديم بزرعها على بعد من 5 إلى 12 متر وذلك باختلاف الأصناف وبزرع حوالي البستان مصدات رياح لأنها تستحملش الرياح تمام يا جماعة؟ يسهل اكتلاعها من الأرض يعني إذا كانت مصدات رياح تعوك الهواء الهواء لو أخذها في وشه يعمل على اكتلاعها بسهولة الرأي يا جماعة شجرة الليتشي من الأشجر اللي بتحب الميا يعني لف الأرض الطنية تتروي كل سبع أيام دي الشجرة البالغة أما الشجرة مثلا لليس صغيرة اليوم من 6 إلى 12 شهر لليس نيل هديا كل أربعة أيام مكتر حاجة في الأرض الطيل أما لو شجرة بالغة كل سبعة أيام دي في الأرض الرملي كل يومين للشغرة البالغة للشغر الصغير كل يوم دي في الأرض الرملي وفي الشتاء لازم يا جماعة أعملها زي أشجار الموالح مثلا أسيبها فترة في جفاف يعني رويها مثلا من اثنين لثلاث أسابيع كل ثلاث أسابيع رويها كل ثلاث أسابيع في الشتة رويها هتقول لي مش كتير لا مش كتير عشان تتجه إلى التزهير عشان تتجه إلى النمو الزهري تتجهش إلى إنها تدي نمو خضر تدي شمراخ زهري التسميد في بلدها في الصين بيسمدوها ازاي اللي في أرض طمية بيحط لها من 300 إلى 400 جرام يوريا و100 جرام صوبر فوسفات و25 إلى 50 كيلو جرام سماد بلدي اللي هو سماد العضو اللي هو سماد المواشي وعقب جمع المحصول ويجب عدم التأخير عن يوليو وعند التزهير يضاف للشغرة 100 جرام يوريا أو خليب من سماد مركب نيتروجين في صفور بوتاسيام اللي هو إن بيكي ولمنع تساقط الصمار ترش الأشجار بمحلول واحد من مية لاتنين من مية يوريا وفي بعض الأحيان ترش الأشجار بكبريتات البوتاسيام وفي أستراليا هناك توصيات عامة لتسميد الأشجار التي عمرها خمس سنوات كالتالي مية وخمسين جرام يوريا تلتمية جرام سوبر فوسفايا ومية وخمسين لمئتين جرام كبريتات بوتاسيام في كل مرة وتزداد هذه الكمية بمقدار العشرين لتلاتين كل عام بلوغ للشجرة حتى سن بلوغ الخامسة عشر والتي عندها تصبح الكميات المضافة لحد بتوصل للشجرة خمس شهر سنة الكميات اللي أضيفها كل سنة تبقى كالآتي 1200 جرام يوريا 1200 جرام سوبر فوسفايا لكل شجرة 800 جرام كبريتات بوتاسيام تمام يا جماعة؟ تمام ولا تضاف أية أسمدة للأشجار المسمرة بالخريف وذلك لمنع دورات النمو الخضري تمام يا جماعة؟ وذات التزهير تمام التقليم بعد سنتين أو ثلاثة من عمر النبات الأولى أشوف الأفرع القريبة من الأرض اللي هطعوك عمليات العزيق والخبمة والكلام ده كله أشيلها والتطويج بتاع الأفرع العلوية والكلام ده خلاها بس إيه تطرح في المداور بتاع الشجرة يعني على الجناب يعني زي بيقولوا والكلام ده كله المحصول بقى شغرة الليتش بتطرح بعد عمره من 7 إلى 8 سنوات يعني بتحمل أكثر من 45 كيلو وبالنسبة للشغرة التي تبلغ العشرة في أنها محصولها كانت تراوح من بين 50 إلى 75 كيلو ومية كيلو جرام للشغرة التي تبلغ من 15 سنة بتجيب 150 إلى 180 كيلو جرام للشغرة التي تطرح عمرها من بين 15 سنة والشغرة التي تطرح من 20 إلى 24 سنة أو الأشجرة الكبيرة التي تتعدى كده بتجيب حوالي 500 كيلو جرام الشغرة الواحدة تمام يا جماعة 500 كيلو جرام وتصبح الصمرة صالحة للجامعة عندما يتحول لونها إلى الأحمر الكامل وفي حال الجامعة السمار قبل تمام لونها يكون لب الصمرة حموضيا وذلك لأن السمار لا تنضج ولا تتحسن إذا جمعت قبل معدها يعني لازم تتساب تستوعى الشجرة تمام يا جماعة؟ تمام وفي النهاية بشكركم بشكر كل متابعين القناة الجداد وبشكر كل متابعين القناة القدامة وفي الختام سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته